اتنين بدأت تظهر ملامح الاتحاد الجديد لانه خلاص التقديم اعتقد يوم عشرة صححولي لو انا بتكلم غلط يعني خلال تلات ايام والانتخابات بعدها بشهر فبدأت تظهر الملامح ناس كانت مرشحة زي محمد الشواربي خد منصب في الاتحاد الدولي زي احمد حسام عوض النادي الايه اللي رفض ان يسيبه لانه بيعتمد عليه بقوة في شركة الكورة التقديم يوم عشرة نوفمبر والانتخابات عشرة ديسمبر ففي اسماء خارجة الشواربي واحمد حسام عوض ودول كانت اتنين نكحين حسام الزناتي القصة بالنسبة له مش واضح هيمسك اللجنة الاندية وطه عزة كما هو مديرا للجنة المسابقات ومعاه بيساعده الاستاذ عمر حجازي ولا ايه وبالمناسبة طه عزة مسؤولة على الدور الممتاز حتى الان فقط لا غير فلس لكنه بناء على بعضا من الاتصالات والمعلومات اقدر اقولك ان الاقرب لقيادة اتحاد الكرة المصري في المرحلة القادمة ان المهندس هنا بريدة يكون رئيسا اللي ازل اتحاد ان السيد المستشار احمد حلم الشريف وده من ابناء الصعيد المحترمين جدا شخصيات المحترمة جدا ان يكون نائبا للرئيس وانه السيد طاري ابو العنين محمد الشربيني مصطفى ابو ظهرة واناس مظهر دول يكونوا اعضاء وبقوة بيدخل معاهم اللواء باسم رياض ومصطفى محمود الشام دول الاقرب ليه انه هما يكونوا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة القادمة ينضم عليهم اسم او اسمين كمان في رئيس اتحاد الشركات كمان احتمال يكون موجود في القائمة كل ناس تكلم عليه يعني بكلام محترم جدا جدا ممكن هو يبقى نائب سيد احمد حلم الشريف يبقى نائب لسه قصة مش بينة حتى هذه اللحظة لكنه دي الاسماء المتدولة او القائمة الاقرب للترشح لرئاسة ونائب رئيس وعضوية الاتحاد المصري لكرة القدم كل ما نتمنى هو التوفيق والنجاح والهدوء وعايز اتحاد كرة حاسم في قراراته حاسم في بياناته حاسم في ادارته حتى نضمن النجاح فالنجاح